جنسيات القتلى في الغارة الامريكية الاخيرة على جرف الصخر تكشف عن تطور خطير وصلت له هذه الناحية لتؤكد المعلومات عن تحولها الى اهم نقطة اقليمية للمحور الايراني فما نقلت وكالة التسنيم الايراني عن مقتل القيادي في ميليشيا الحوثي حسين الشعبل في جرف الصخر الا تأكيد على تحول الناحية لمركز لتجمع الميليشيات الايرانية بمختلف جنسيتها حيث يعمل الحوثي المقتول في مجال تصنيع الصواريخ وهو ما يتوافق مع ما قاله مصدر في ميليشيا الحشد ان هناك ورشا لتصنيع الصواريخ والمسيرات في جرف الصخر مقرا بان الحديث عن الناحية يعتبر من اكثر المواضيع خطورة داخل هيئة الحشد لانها تحت سيطرة عدد من الفصائل التي تعتبر الاقوى من غيرها من حيث التأثير في هيئة حشد الميليشيات معهد الدوحة لدراسات العليا قال ان من تسمي نفسها جماعات محور المقاومة حولت بلدة جرف الصخر الى مركز تدريب وتوجيه وقيادة وسيطرة وربما تصنيع اسلحة متطورة وتجميع مسيرات تصنع في ايران مبينا ان واشنطن تراقب نشاط الميليشيات في المنطقة دوريا وبحسب مصادر متعددة فان المنطقة تحولت الى مركز للتدريب والتأهيل تستقبل مقاتلين وقيادات من ميليشيات المحور الايراني من مختلف الجنسيات من اليمن والبحرين وسوريا ولبنان فيما الحكومة تثقد السيطرة على جرف الصخر ولا تستطيع املاء اي اوامر على الميليشيات الموجودة فيها حال ناحية جرف الصخر يؤكد ان وعود اعادة المهجرين اليها مجرد اوهام فالمنطقة بحكم الواقع محتلة عسكريا من قبل ايران وتعدها مركزا استراتيجيا لنشاطها في العراق